بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين موضوع محاضرة هذا اليوم غريب الحديث ونبدأ بتعريفه كالعادة فنقول الغريب في اللغة هو البعيد عن أقاربه والمراد به هنا الألفاظ التي خفي معناها قال صاحب القموس غرب ككرم غمضة وخفية اصطلاحا هو ما وقع في متن الحديث من لفظة غامضة بعيدة من الفهم لقلة استعمالها ويظهر لنا من ذلك أهمية هذا الفن فهو فن مهم جدا يقبح جهله بأهل الحديث لكن الخوض فيه صعب فليتحر خائضه وليتق الله أن يقدم على تفسير كلام نبيه صلى الله عليه وسلم بمجرد الظنون وكان السلف يتثبتون فيه أشد التثبت أجود تفسير للألفاظ الغريبة قال العلماء أجود تفسيره ما جاء مفسرا في رواية أخرى مثل حديث عمران ابن حسين رضي الله عنه في صلاة المريض صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب فسر قوله على جنب حديث علي رضي الله عنه ولفظه على جنبه الأيمن مستقبل القبلة بوجهه أشهر المصنفات في غريب الحديث كتاب غريب الحديث لأبي عبيد القاسم ابن سلام كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير وهو أجود كتب الغريب وكتاب الدر النثير للصيوط وهو تلخيص للنهاية وكتاب الفائق للزمخشري هذا والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وترجمة نانسي قنقر